السلام عليكم ازايكم عاملين ايه رب تكونوا كويسين وبخير يسعد الله وكادكم حبايب قلبي بكل خير ان شاء الله بإذن الله كرة أقديدة وحصرية على قناتنا لموليد بورج الحوت صلي على الحبيب عليه أفضل الصلاة والسلام كالطرف الاستغفار وفي الدعاء علشان بيغير القدر اللهم بشرني بما أنتظر منك وانت خير المبشرين كلها بورج الحوت دي توقعات جديدة أخبار حصرية على قناتنا لحياتك الفترة اللي جاية خلي أعصابك هادية وخلي عندك يقين بالله ان امورك بإذن الله هتتحسن او هتتزبط بفضل ربنا سبحان الله وتعالى وان شاء الله بإذن الله تنول إعجابك ونشوف مع بعض ايه الأخبار طبعا ما تنساش اللايك والتعليق الجميل اللي بتصلي فيه على الحبيب وان شاء الله بإذن الله يكون عندك تبشرات بيني عليك رأتك فعلا ان هي فيها كتبشرات حلوة عندك من أول السطر انت ناوي او انت هتخط نقطة معينة من أول السطر مش هتب يعني خلاص انت مش هتقول انا انت حاليا بتقول انا مش هحسب حد على اللي فات خلاص انا هبدأ من جديد وهبدأ يعني اعد غلطات من أول وجديد اللي فات خلاص مش ناوي تتكلم فيه هتبدأ بقى تبص بدماغك بشكل مختلف تبقى تبص لحياتك بشكل مختلف فعشان كده انت هنا عندك تغيير في أمورك تغيير في تفصيل حياتك تغيير في حاجات معينة في دماغك هتخلصك من التفكير هتخلصك من الارهاق اللي انت شايله اه لوحدك فانت هنا عندك خروج من تفكير خروج من طاقة سلبية خروج من حاجة معينة مدايقات اه فيه غلطة او فيه ندم حد ندمان عليك او انت ندمان على حد فيه حاجة حصلت غلط عندكم ففيه ندم عليكم الايام دي بسبب مواضيع بسبب كلام بسبب شوية حاجات فان شاء الله بإذن الله الفترة اللي جاية هكون فيه تحسن داخلي وتحسن برضو ليكم انتوا هيسعدكم علشان خاطر انتوا حاسين بالضغط النفسي اللي تعبكم فعلا نفسيا فان شاء الله بإذن الله كل حاجة لها وقت ما تقلقوش خالص ان شاء الله الفترة اللي جاية هكون فيه تبشرات حلوة فيه امور انت هتمر بيها هتحسن برضو من ضغطكم النفس اللي انتوا شاغلين او اللي تعبكم في دماغكم فيه هنا انت يعني انت محتاج مساعدة او مادت ايدك لحد محتاج مساعدة من حد محتاج حد يكلمك محتاج حد يفتح نفسك محتاج حد يواجه معك في مواضيع محتاج حد يكون في بينكم كلام يكون في بينكم مواضيع محتاج دعوة بمعنى صح ليك انت هنا واقف وبتقول يا رب انا مفيش حاجة عملها عندك طريقين حيران فيهم طريقين مخنوق ومش عارف تطور من نفسها جواهم او مش عارف تاخد الكرار الصح حاسس ان الطريقين معقدين حاسس ان الطريقين واقفين مش عارف تعمل حاجة ولا عارف تاخد كرار كل اللي عليك ان انت خايف وحيران ومتداية او كل اللي عليك ان انت عملت واجه مفيش حاجة نفع كل اللي عليك ان انت عملت تكلم عملت تفعل عملت تعمل حاجات كثيرة جدا في حياتك بس حاسس بوقف حار رهيب الفترة دي من اكتر الاشخاص انت الفترة دي اللي حاسس بطاقات او حاسس بهم كبير علي كتفك رغم ان انت عمال تبني عمالت عافر عمالت تيجي على نفسك عمالت تعمل حاجات كثيرة جدا برضو بس فيه برضو طاقة مدايقاك وخانقاك مخلياك شاي المسكولية او شاي الحمل الكبير اللي انت حرفيا عمالت تعاني منه الفترة دي بس ابشرت بشراق حاجات جديدة ابشرت بطاقات عامة هتتوزع على حياتك انت الفترة دي محتاج من الراحة محتاج تاخد بريك شوية لحياتك محتاج ترتاح شوية محتاج ان انت تعمل حاجة مختلفة او حاجة جديدة في حياتك تطلعك من الضغوط تطلعك من الحيرة تطلعك من الارهاق اللي انت في حياتك ده اه فيه هنا بسم الله ما شاء الله عليك اه يعني انت فيه عرض حد هيقدم لك عرض سفر او حد هيكلمك في موضوع سفر هيبقى فيه كلام سفر عندك او فيه مواضيع سفر عندك هتتفتح او هتتكلمه فيها هتوجهه هتتدوره مواضيع هاد الامور عندك هتتكلم فيها الله اعلم بس فيه امور تخص الحياة عندك والعرض السفر ده هيكون مغر ليك علشان هيتقدم لك ومن بعد ما هيتقدم لك هتبدأ تعمل حاجة مختلفة في حياتك هتبدأ تحسن من دخلك تحسن من وضعك تحسن من امورك تحسن من تفكيرك الله اعلم بس هيكون فيه تحسن حلوة جدا ليك تحسن حلوة اوي اوي هيحسن من ضغطك النفس اللي انت شغال عليه انت عندك احلام مزعجة دايما نقولك ان انت عندك احلام مزعجة هقولك ان انت عندك قوابيس بتحلم بقوابيس مخيفة رغم ان انت ماسك طرف الخيط بس عندك قوابيس ملايقك حاجة معينة بتحصل معك انت هنا بتعاني من حسد وعشان كده عندك صدع مهموم صحتك تعبانة ورغم الهم والضغط النفس اللي فيك ده ورغم ان ما فيش استكمال مواضيع او استكمال حاجة معينة الفترة اللي جاية هطلت قرب الشرك بحاجة هتحصل لك هتطلعك من كذا مشكلة او كذا هم كذا حاجة مدايقاتك فعلا هتطلعك منهم وهتوصل لبر امان او هتوصل لبر حاجة مختلفة جديدة في حياتك ان شاء الله باذن الله كمان هتسمع احلى خبر الخبر ده هتسمعه بينك وما بين حد هتسمع الخبر ده هيفرحك قوي هيبقى فيه مواضيع برضو بتتفتح عندك كلام بيتقال طاقة عامة مواضيع شغلة بالك انت عندك حاجات كتيرة جدا هتحصل لك الفترة اللي جاية متزعلش مني والحاجات دي كلها هتبشرك بخير هتبشرك بطاقات عامة يعني شوف انت مستني ايه فانت عندك امور حلوة هتحسنك من ضغوط هتطلعك من مواضيع هتطلعك من كلام هيتقال هتطلعك من كذا مواجهة بلك مشغول بيها الله اعلم بس فعلا انت حرفيا عندك طاقات بتطلع منها او عندك امور هتطلعك برضو من ضغوط نفسية هتطلعك من مواجهات هتطلعك من حاجة هتعرف تاخد حقك منها الله اعلم شوف انت ايه الضغط اللي عليك او شوف انت بتعاني من ايه حرفيا فكل اللي انت بتعاني منه فترة وهينزح من علق كتفك فترة قوي هتطلع من اللي انت فيه عشان خاطر عندك تخلص حق او عندك تزديد ديول او عندك امور فيها مواجهات الله اعلم بس فعلا انت من اكتر الفترات الفترة دي اللي هتعرف تاخد حقك فيها وفي نفس الوقت هيبقى عندك بشرة هتطمنك او رسالة هتطمنك حاجة معينة هتحصل عندك هتطمنك وهتخليك واسك في قدراتك واسك في نفسك واسك في مواجهاتك واسك في كل حاجة في حياتك الفترة دي من اكتر الفترات اللي انت هتواجه وهتاخد حقك بازن الله منصور علشان خاطر فيه برضو سر ممكن ان تشوف قدامك فيه موضوع ممكن اتقال قدامك فيه حاجة معينة ممكن تحصل قدامك الله اعلم بس انت عندك حاجات هتحصل لك الفترة دي هتقف هتعرف تاخد قرار هتعرف تواجه هتعرف تعمل حاجة مختلفة الله اعلم بس فيه مواجهات كتير جدا هتواجهها او فيه كلام كتير جدا هيتقال عندك الكلام ده مجرد ما هتواجهه مجرد ما هتعمله او مجرد ما هتاخد فيه القرار الحاسب هتقف على ارض صلبة وكمان هتحسن من ضغوطك النفسية وانت ممكن كمان تقطع علاقة مع حد من اهل مع حد من احبة مع حد من صحاب هتقطع علاقتك بهم وممكن كمان تبعد عنهم مش هتقطع علاقتك بهم بس انت ممكن كمان تبعد وتختار طريق البعد هتقول انا الناس دي اتقاذيت منها فخلاص ما عدتش عايز منها حاجة تاني كل اللي عايزوا منهم ان هم يسوبوني في حالي كل اللي عايزوا منهم ان هم يطلعوني من دماغهم علشان فعلا انا مأذي منهم بطاقة كبيرة جدا فخلاص ما بقيتش مستحمل حتى كلامك مع الشريك ما بقيتش مستحمل ان انت الشريك يضغط عليك تاني انت عندك علاقة مع عبراج نارية ممكن تربطك صداقة تربطك شراقة تربطك حاجة معينة بين ابراج نارية عندك بينكم وبينهم ما فيش تفاهم في مواضيع مدايقاكم في كلام بيتقال برضو تعب نفسيتكم في حاجات كتيرة جدا بتتقال عندكم ما خليكم انتو مخنقين ومش طيقين نفسكم اذا كان مع الشريكة او اذا كان مع احبة بمعنى صح بس بتحاولوا برضو ما تجدوا على نفسكم عشان تساعدوا غيركم فالفترة اللي جاية انتو تحاولوا بقدر المستطاع ما تجوش يعني على صحتكم ما تجوش على نفسكم ما تجوش على نفسكم عشان غيركم لا هدوا اعصابكم شوية انتو من حقكم فعلا ترتاحوا عشان انتو بينلكم تعب او الفترة دي بينلكم مواضيع مدايقاكم الفترة دي بينلكم ضغط نفسي الفترة دي مع اشخاص ليكم انتو او اشخاص مقربين لحياتكم مقربين لقلبكم مقربين لحاجة معينة في حياتكم الله اعلم فانتو طول ما بتوازنوا اموركم وتوازنوا حياتكم هتلاقوا الضغط النفسي اللي انتو بتمروا به واحدة ورا واحدة بتطلعوا منه واحدة ورا واحدة بتشوفوا حياتكم هتتحسن ازاي الضغط النفسية اللي انتو فيها دي برضو ممكن تتخلصوا منها ازاي هتتخلصوا بإذن الله من حاجات كتير ونشوف مع بعض ايه الاخبار عندك الفترة اللي جاية ونقول صلي على سيدنا محمد بسم الله اول حاجة انت هتطلع من ضغط او من الكيود او من مواضيع معينة محيراك او انت نافر من علاقة نافر من موضوع الله اعلم بس انت اليومين دول حرفية عايز تطلع من الكيود اللي انت فيها والتحرير يعني لو انت مفي علاقة مقيد لو انت في حاجة محيراك في حاجة مضيئة فانت الايام دي عايز تطلع منها وهنا فيه وردة بتتقدم لك او فيه هدية هتتجاب لك او انت استلمت هدية او حد هيجيب لك هدية فيه موضوع هدايا عندك الفترة دي بينك وما بين حد هتتبدل الهدايا بس انت هنا خايف شايل حمل كبير شايل مسئولية كبيرة رغم ان انت قريب جدا من ربنا وبتقول انا ليه رب كبير بس انت شايل حمل كبير وشايل مسئولية فيه هنا بعض المشاكل او بعض التوتر او بعض الحيرة اللي محيراك عندك هنا خروج من مشكلة كبيرة خروج من هم كبير باذن الله الفترة دي بس فيه ناس هنا بتحاول تأذيك فيه ناس بتحاول تتكلم عليك في حاول ناس يعني بيتحاول ان هي من اهلك من اهلك وبيتك يعني دايما اقول لك ان المشاكل ما بتجي لكش غير من اهلك وبيتك دايما بيتكلموا عن لمعاك دايما بيتكلموا عن اي حاجة تخصك دايما الكلام كله بيجي لك من اقرب ماليك عندك حظ هنا حظ بين اشخاص معينين في شراكة او في حاجة معينة اه في اه سحلية او اه بومة او تعبان بيحوم وراك يعني تعبان بيحوم وراك مسايبك في حالك او اقدر اقول لك ان القريم بتاعك اليومين دول حرفيا انت شايل كمية حزن رهيبة لدركة ان انتو بتقفوا قدام المراية الفترة دي كتير بتبص على وشوكم بتبص على شكلكم بسبب ان انتو خايفين بسبب ان انتو متوترين في شوية امور مضايقاكم امور مزعلاكم الفترة اللي جاة دي ممكن تكون عنده خروج من ازمة خروج من مشكلة كبيرة في حد هنا اه الحد ده اه دايما يعني هيكلمك هيبقى عايزي استلف منك فلوس او هيبقى في موضوع فلوس بينكم ما بين بعض وانت ممكن ترفضه ما تديش الفلوس عشان خاطر انت ما بتحبش حد يتكلم عن مالك او ما بتحبش حد يتكلم عن اللي في ايدك فتحب تسكت وما بتحبش تعبر كتير في تخطيط هنا في تفكير هنا في امور هنا بتحاول تصلحها بقدر المستطاع اه انت بتحاول ترمي ورا ظهرك او جاعك ترمي ورا ظهرك اه الاماء الامور اللي مدايقاك وخانقاك وبتحاول ان انت تتحرر نفسك من اي مشكلة سلبية في موضوع معين انت حطه بالك والفترة دي بقدر المستطاع بتحاول ان انت تسعى عشان خاطر تحققه او اه بتسعى لاي موضوع ان انت توصل للهدف او توصل للحلم فانت الايام اللي جاية هيكون في مواجهة حلوة في امور حلوة بازن الله هتغير من نفسك وهتقف على ارض صلبة الفترة القادمة عشان انت شاي الحمل كبير او شاي المسئولية كبيرا في فرحة هنا تخص اه طفل او تخص اه اطفال فرحة تخص اطفال رغم ان قلبك مكسور هنا ورفعت ايدك لربنا وبتدعي بس ان شاء الله باذن الله ممكن يكون عندك علاقة جديدة او امور حلوة تخص العاطفة برضو علشان خاطر في اه عندكم هنا في الحياة العاطفية انتصارة موضوع حاجة معينة تخص الحياة العاطفية عندكم فالمواضيع ممكن تتحسن عندكم باذن الله عندكم زعل بينكم وبين حد الزعل ده ممكن تترادوا الفترة اللي جاية او ممكن تتكلموا مع بعض ممكن تفتحوا مواضيع بينكم وبين بعض بس دايما تخلوا بالكم من اشخاص مقربين لكم في عملكم اشخاص مقربين لكم في حياتكم في شغلكم في دنيتكم في مواضعكم خالوا بالكم يعني الفترة دي بقدر ما تقدروا من اشخاص حواليكم بيحاولوا انه هم يقزوا فيكم وانتو مدينهم الامان مشكلتكم ان انتو بتامنوا او الفترة دي لاشخاص ما يستهلوش انتو حرفيا قطعتوا علاقاتكم باصحاب باصدقاء باشخاص مقربين لكم بعدتوا عن ناس كتيرة جدا في حياتكم بسبب الكلام وبسبب الحيرة يعني بدأتوا تبعدوا بدأتوا تتنى خلاص يعني نفرتوا ناس كتيرة جدا وقطعتوا علاقاتكم مع اشخاص في حياتكم الفترة دي بقدر المستطاع عشان خاطر حسيتوا ان انتو اتقزيتوا في زيارة لحد ديك او انت هتكرر ان انت تزور حد او هيبقى في زيارة مفاجئة في زيارة عندك مع ناس انت مشتق لها او ناس انت بتحبها قوي مستنى بقدر المستطاع ان يكون في لقاء بينكم في هنا باسم الله ما شاء الله عليك طاقة حلوة جدا الطاقة دي هيبقى فيها امر او موضوع معين هيفرحها فيها امر او فيها حاجة معينة هتسعدك انت الفترة دي من قدر الفترة من اكتر الفترات اللي هيكون عندك رزق عالي او الفترة دي او موضوع عالي جدا الله اعلم بس في امور حلوة انت هتطلع من الضغوط اللي انت بتمر بيها بص هنا في رزق حلو او في حاجة معينة قادمة لحياتك في حركة في مواجهة في شغل جديد في حاجة جديدة انت هتسعد عليها الفترة دي ودي من اكتر الفترات اللي لو انت عايز تطلع من المكان لمكان او عايز تتم نقلتك على خير تتم تغير عتبتك على خير قرر وامشي من غير اي تردد او من غير اي مواضيع عشان خاطر انت من الفترة دي هيكون عندك طاقات عامة او هيكون عندك تحسين في حالتك الصحية تحسين في امورك المادية في رزق بس دايما اقولك ان انت تحصن نفسك تحصن نفسك يعني تحصن نفسك في حاجات كتيرة جدا تحصن نفسك صبح وليل لازم تحسين النفس عشان خاطر انت العيون عليك الفترة دي بطريقة رهيبة فانت مش ناقص بقى اللي فيك مكفيك مش ناقص همه مش ناقص مشاكل مش ناقص توتر مش ناقص احباط زيادة عن اللزوم بتحاول بقدره مستطاع تهدي نفسك تهدي اعصابك بتبعد عن ناس كتيرة جدا بتقطع علاقتك بناس الله اعلم بس انت بتحاول تطلع من اي مشكلة سلبية في حياتك عشان خاطر المواجهات او عشان خاطر التقاط اللي انت مأزي بها فان شاء الله باذن الله الفترة اللي جاية هيكون فيه تقدم حل وفيه تحسين في وضعك بالكامل علشان خاطر انت شايل مسئولية او شايل حمل كبير فوق كتفك فالفترة اللي جاية هتعاني او هتطلع يعني هتعاني شوية من ضغط نفسه وبعد كيه هترمي ورا ظهرك المشاكل السلبية اللي انت بتمر بيا انت في بداية من عمرك في بداية مرحلة جديدة في بداية لطاقة جديدة في بداية لعمر جديد الله وعلا بس انت عندك بداية جديدة وان شاء الله ممكن تحط نقاط على حروف تحط طاقات عامة على حياتك هيبقى فيه تحسينات حلوة ووضع جميل ليك طاقات عامة حلوة الله عالم بس فيه حاجات انت هتحسي من الضغوط النفسية اللي انت بتمر بيا فيه ناس بترقبك من بعيد الناس حطى عنها عليك برضو يعني بيرقبوك على سوشيال ميديا بيرقبوك على مواقع معينة بس فيه مرقب عندك وفيه ضغوط نفسية انت بتمر بيها اليومين دول انت مشكلتك حاجة واحدة بس مشكلتك ان انت الفترة دي بقدر المستطاع حاسس بالوحدة حاسس ان انت لوحدك حاسس انه ما فيش حد جنبك حاسس ان انت عايش لوحدك في قوكب يعني لوحدك من غير اي حاجة معينة حاسس بالضغوط النفسي الفترة اللي جاية باذن الله بفضل ربنا هتطلع من مشكلة كبيرة وهتطلع من كارثة او هتطلع من حمل كبير شايلو لوحدك وهتحسن من ضغوطك النفسية هتحسن من اي مشكلة سلبية عليك علشان خاطر انت فعلا من اكتر الاشخاص الفترة دي مأزي من طقات سلبية ومن امور مدايقاك مديا نفسيا كساديا الله اعلم بس مدايقاك فعلا ما خليك مش عارف تاخد قرار ولا حتى عارف تفكر لدرجة ان انت بتمسك دماغك وبتقول يا ربي في ايه انا مش عارف انا مالي انا مخنوق انا متضايق اسئلة كتير جدا عندك الفترة دي بسبب طقات او بسبب كلام بسبب مواضيع بتتفتح بسبب حاجات معينة بتحصل عندك الله اعلم بس انت حاليا في حالة تغيير للافضل او في حالة تغيير مكان او تغيير عمل تغيير امور تخص حياتك الشخصية هيبقى في امور عندكم هتوجهوها وكمان هتتخلصوا من ضغوط او من حاجات معينة في حياتكم فان شاء الله باذن الله الفترة اللي جاية دي هتكون فترتكم انتو فهتقدر المستطاعة تحاولوا ان انتو تستقفوا على ارض صلبة تقفوا على ارض مستقيمة تقفوا على ارض مباشرة لكم بخير تحاولوا تستجدوا من نفسكم تستجدوا من علاقاتكم تستجدوا من طاقتكم تعملوا كذا حاجة مختلفة عندكم واهم حاجة واهم خطوة تمشوا عليها ان انتو تاخدوا القرار الصح في الوقت الصح مش على الفاضي وعلى المليام يعني تاخدوا القرار صح في وقت صح علشان الندم علشان الضغط علشان اي طاقة سلبية موجودة في بيتكم موجودة في حياتكم موجودة في مواضيع او في حاجة تخص الاشخاص المحطين بكم انتو بتحبوا الاشخاص المحطين بكم جدا وما بتتقبلوش عليهم اي ازا او ما بتتقبلوش عليهم بمعنى صح اي حاجة تديركم فياريت تحصنوا نفسكم وتخلوا بالكم من العين والحسد الشديد اللي هو بيخليكم تعانوا من اشياء الفترة دي اول ان شاء الله الفترة اللي جاية هتكون احسن بكتير من فترات فاتت لحياتك او احسن بكتير من ايام انت عاشتها كانت كلها طاقات سلبية اتمنى لك السعادة اتمنى لك الهنة اتمنى لك الخير اتمنى لك الفرحة القادمة لحياتك تحياتي